ماشاء الله فتح الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على النبي مصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى يخبر الله جل وعلا في ختام سورة الأنبياء عن حال الأنبياء أنهم بشر مثلنا وأنهم قد يصبهم ما يصب البشر في العادة من الهموم والغموم والأمراض والمصائب والنقص البشر المعتاد فالكمال لله جل وعلا ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما كان الإنسان عظيما في إيمانه كان البلاء على قدر هذا الإيمان ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكل الأمثلة التي ضربت في هذه الآيات اشتركت في أمر واحد وهو اللجوء إلى الله جل وعلا الله وما أعظم هذا الحل الذي نسمعه يقال باللسان ولكن في التطبيق تجده قليلا إلا من رحم الله لأن هذا توفيق من الله جل وعلا أن الإنسان إذا ابتلي يوفقه الله جل وعلا بأن يكون لاجيا إليه وهذا من نعمة الله على العبد أنك إذا أصبت بأي مصيبة كانت فإن من توفيق الله عز وجل أن يثبتك ثم بعد ذلك يلهمك اللجوء إليه فتتلذذ بتلك المناجات وذلك النداء فتنقلب تلك المحنة إلى منحة الله وهذا هو الهدف الحقيقي الذي وجد من أجل بني آدم هو عبادة الرحمة جل وعلا فسبحان الله العظيم كثير من الناس ابتلوا ابتلاءات فتتحول حياتهم في الظاهر إلى الناس أنهم يعيشون حالة مزرعة لكن في الداخل بينهم وبين الله عز وجل لذة لا يشعر بها الناس ولا يستطيع الإنسان أن يصفها لأنه هذا من توفيق الله عز وجل إذا أقبل العبد عن الله عز وجل فناجاه وناداه وصل إلى الهدف المنشود الذي يريده الله عز وجل وهو عبادة الرحمة جل وعلا ولذلك أيوب عليه السلام فنادا إسماعيل ويدريس وذلكفل كلهم من الصالحين وكانوا صابرين ذنوني نادى وزكريا نادى وأيضا في الوجه الآخر مريم عليه السلام وكلهم لجأوا إلى الله جل وعلا وما القرآن إلا تذكير لعباده الله جل وعلا وذكر فإن الدكرة تنفع المؤمنين وهداية وتبيان لكل شيء فما بالونا سبحان الله العظيم إذا أصبنا بالمصائب نبتعد أو نتغافل أو نقصر في هذا الأمر العظيم الذي وعد الله جل وعلا أهله بتحقيق أمورهم نقف على هذا ولو أريد استاثر الحديث على الدكتور إن شاء الله يعلق تعليق أفضل مني وهذا شيء لغوي لطيف في بداية المثال أيوب عليه السلام ماذا قال الله عز وجل في الجواب فكشفنا بالفاء فاستجبنا بالفاء ترتيب فتعقيب فلما نقول مثلا دخل محمد فخالد دخول محمد أولا يعقبه خالد مباشرة ليس بينهما فاصل دلت الآيات لغويا والعلم عند الله جل وعلا على أن الاستجابة كانت في نفس اللحظة التي سأل بها الله عز وجل هؤلاء الأنبياء فهذا النبي عندما سأل الله عز وجل وهذه رسالنا كلنا إذا أتينا نسأل الله عز وجل سواء فيه ما أصبنا فيه أو ما نريده من أمور تنقصنا أو ما نريده من أمور يعني نحتاجها فيها الحياة فنسأل الله بيقين هؤلاء الأنبياء لم يسأل الله تجربة أو لم يسأل الله عز وجل حتى يسليهم فقط لا هم سأل الله عز وجل حقيقة كما جل وعلا بيّن في الآيات نادى هكذا المنادى حقيقة معناها واضح لما أجي أنا نادي ابني ولا أخي والصديق نادى محمد الخالدة فمباشرة أعرف أن الندام مجرد طلب ولذلك أنت في دعاك عندما تأتي فإنك تطلب من الله عز وجل وينبغي أن يكون اليقين حاضرا بأن الله يسمعك استشعر هذا الأمر العظيم الذي يغيب عندنا أن الله يسمعك من هو الله جل وعلا أن الله يراك وهذه درجة في إيمان الشخص إذا استشعر بها والعلم عند الله الإجابة آتي إلى محالة آتي إلى محالة والعكس بالعكس إذا كان السؤال مجرد الاستعجال وأنني سألت الله عز وجل عادة ومجرد أنني احتجت إلى الله عز وجل وطرقت الباب ما نعلم الله هذا في أمور غيب لكن يبقى في النهاية الله عز وجل فرق قال قل هل يستوي الذي يلعلمون والذين لا يعلمون رجل يسأل الله عز وجل بيقين ومعرفة بالله عز وجل وبقدرة الله جل وعلا وعظم الله عز وجل شخص يسأله مجرد السؤال العابر لا لا يستويان عند الله عز وجل ولا أريد أن نستأثر فلكن سبحان الله عظيم أختم بهذا في أن هذه الإجابات أو أفوال هذه الأسئلة أو النداءات أو هذه الأدعية لما جاءت من أنبياء فإن الله جل وعلا استجابها سريعا وما العلم إلا الله سبحانه وحمده أنه ما سأله إلا يقينا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسأل الله جل وعلا أن يجعل ممن يرب يوفق لطاعته ولذكره وسؤاله في حال السعة وفي حال الضيق اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا عند البلاء من الصابرين اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك عبد العزيز فضل الله عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعنا بعد وددته أن لم يسكت الشيخ لقد حقى جاد وفاد ما شاء الله تبارك الله وأعطى يعني يعني تصورا جميلا عن هذه الآيات التي قرأها لعلي أنتقل يعني إلى جانب آخر إضافة لما ذكره أبو عبد العزيز لو تأملنا هذه الآيات وجدنا أنها نماذج من أدعية مستجابة هي نماذج من أدعية مستجابة والدعاء طبعا ولا حظت أيوب دعا لضر أصابه وزكريا دعا لحاجة يريدها فإما يعني ويونس عليه السلام دعا لهم هو فيه إن الضر هم وغم حاجة فأي أمر يصيب الإنسان من هذه الأمور أو غيرها الملتجة هو الله سبحانه وتعالى وهذه كلها تدخل تحت القدر الضر هم يعني حاجة قدر يعني مستقبل ذلك يقول ابن تيمي رحمة الله عليه يقول القدر يكتنفه التوكل والرضا القدر في الوسط والتوكل قبله والرضا بعده قال ويظهر هذا جليا في دعاء الاستخارة اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب توكلت عليك هذا توكل أردت كيف فدعاء الحاجة في الاستخارة تفوير الله سبحانه وتعالى وفي آخر الدعاء قال ثم أرضني به أو رضني به وردت اللفظين كل اللفظين ورد هذا يعني بعد القدر هنا سبحان الله تتجلى هذا يتجلى هذا الأمر اللي هو طر هم وغم حاجة عند الأنبياء والدعاء عبادة الدعاء عبادة وعبادة يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يستحقها إلا الله الاستحقاق هنا لله فقط لغير ومن صرفها لغير الله فقد أشرك الدعاء أردت كيف فهذه يعني مهمة جدا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة إبراهيم عليه السلام لما قال في سورة مرجم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله شو تكير هنا أول قال وأعتزلكم وما تدعون ما ذكر عبادة هنا لكن الآية اللي بعدها قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الله أي فالدعاء هو العبادة هذا أمر أمر الثاني وهذا أيضا حقيقة من جمال القرآن وجمال الارثباط من الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء مفتوح جعل لك في الأول ربي هنا ربوبية لا إله إلا أنت وله هي ربي أيضا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا حيو يا قيوم فلاحظ في الدعاء بالربوبية لاحظ شيء عجيب يا أخوان ذكر الشيخ أبو عبد العجيز قال منادات صح ولا لا ينادي ربه صح ولا لا طب أين حرف النداء وين حرف النداء أنا أنادي يا محمد يا خالد يا أبو عمر هذا حرف نداء صح ولا لا لكن لأن الله سبحانه وتعالى قريب حذف حرف النداء ربي مباشرة ربي لا تذرني فردا ربي إني مسني الضر عرفت كيف حذف حرف النداء الحنداء للبعيد لكن هنا لا الله سبحانه وتعالى قال وإذا أسألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الدعف حذف النداء ربي مباشرة الله قريب ليش تذهب للبعيد الله حي سبحانه وتعالى ليش تذهب الميت الله سبحانه وتعالى حي قيوم سبحانه وتعالى لماذا تذهب للبيت الذي ليس بيده شيء الله سبحانه وتعالى حي عظيم لماذا تذهب إلى الذليل في أمر الدعاء أمر عجيب الحقيقة الإنسان يجب أن يجعل الدعاء ديدا له بذلك كما قيل الدعاء يضيء الأرواح والقلوب يضيء الأرواح والقلوب الدعاء افتقار إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى فأنا فقير ربي إني لما أزلت إلي خير فقير موسى عليه السلام ونبي أولو العزم الرسل يظهر فقره إلى الله أظهر فقرك إلى الله في كل شيء كل شيء تريد أدعو الله سبحانه وتعالى فاجعل الدعاء يعني عادة لك وعبادة ليس عادة تخرج من عبادة لا أقصد يعني ديدا لك وعبادة تداوم عليها لعل اللفظ هذا أفضل اجعلها عبادة تداوم عليها اللي هي الدعاء فالأدعية المستجابة كثيرة لكن أنا فقط هنا ألفت الانتباه أردت كيف أن هذه نماذج من الأدعية المستجابة والسنة يعني فيها أدعية كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألض بهذا الجلال والإكرام وغيرها كثير صلى الله عليه وسلم الله يحبظك وعبد الله تسلم أن القرآن أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في آخرها قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاكم الدعاء هنا نقصد فيها العبادة والتوحيد فلولا دعائكم إلولا توحيدكم لله وعبادتكم له فالله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى الأرض عربها وعجمها فمقتها ما فيها يعني أي توحيد فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب نبعث عليه الصلاة والسلام فالدعاء ذكره الله سبحانه وتعالى فعلا بمعنى العبادة وبمعنى الطلب وبمعنى أيضا التوحيد يعني تعقبه ما قال الشيخ ومن أجمل ما يعني يسلي الإنسان أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله من يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأيام بقوم مبتلون فقال عليه الصلاة والسلام أم يكونوا يسألون الله العافية فهذا يعني الدليل أن هناك تقصير مننا عباد الله هذا تعقب بسيط يعني نحن ملك لله سبحانه وتعالى يفعل الله بلا ما يشاء والعاقبة للمتقين قد من جوز رحمه الله تعالى من تذكر حلاوة العاقبة نسي مرارة الصبر من تذكر حلاوة العاقبة نسي مرارة الصبر ففي الآيات كان فيها الصبر إنه من الصبر والأنبياء هم قدوة في ذلك وهم أسوتنا وقدوتنا في ذلك الأمر في الصبر فالصبر لابد منه في كل جوانحه فلما يدعو يستشعر الله سبحانه وتعالى هذا بقدره وأنه سيصفر على هذا الألم وأن هذا الصبر أجره عظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابه أنا لو أني أنا وأنت أقول أبو عمر والله المثال أعلى شيك لأبو عمر مفتوح أنا أتصور أبو عمر يطلع من القناة يمشي ما يمشي يطير لأنك شيك مفتوح شيك من عندك لي إيه من عندي لي الله يعجبني فيك وعنر تستلمس جوانب الحاجة في اللي أمامك فضل جيد فإنما يوفى الصبر أجرهم بغير حسابه لو زا يعلق عليك ويغرف له الأجر غرف إنالك لما يستشعر فالتقمه الحوت مثلا يقول التقمك الألم ليعيدك لشواطئ السعادة فكن من المسبحين مع السبب التقمك الألم ليعيدك إلى شواطئ السعادة فكن من المسبحين يونس عليه السنين قال لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين ما قال أكشف عني الضر ولا أيوب كذلك جميل الإخلاص والصدق منزل عظيم بينهما شعرة توحيد المراد وتوحيد الإرادة الله الخصوص والصدق وبالتالي ينجو والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب هو القلب أهم نقطة في المسألة هنا في الجانب هذا وبالتالي سينال وسيعزم على الصبر سينال أجرا عظيما جدا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة قالوا الصبر هنا في الدنيا ضيق وخشونة ضيق وخشونة جزاهم بما صبروا جنة وحريرة جنة سعة والحريرة النعومة بما أنه كان ضيق وكان خشونة كان الجزاء من الله سبحانه وتعالى وهو عظيم ولا يمكن تصدره ولا يمكن تخيره الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى قال لو جئنا بألف معنى في الآيات في الآية وحدة لم نستوفي حقها إطلاقها لماذا؟ لأنه فضل الله سبحانه وتعالى وصيفته جل جلاله وهذا العقل كمخلوق بسيط من الله سبحانه وتعالى فما لن يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى إطلاقا لن يحيط لكن هي العيش مع الآيات هو كم هو جميل نقطة ألفت إليها كما أنه بدأ هذا المجلس المبارك بها آيات أرجو أن في المجالس يعني عندنا أطفال وبنات وعيال وصغار فلو قلنا لهذا قرأ لنا آية لو آية وحدة يعني لو كل واحد قرأ آية أو قرأ فلان آية سجعناه مع قراءة وجعله يستعجب ذلك يعني يقرأ القصار السور يسمع ويتعوب فيها أشياء كثيرة آيات واحد القرآن يقرأ ثانيا يتعود ويتكلم بين أهله وجماعته وأقاربه أو الله تقهوين أو تعشين أو سولفنا وتدخل البركة في البيوت بإذن الله تعالى والشيخ مبارك له كلمة في ذلك العلم من الله رحمه الله أنه في مجالسه يبدأ بقراءة القرآن ويرؤبه والشيخ يعلق على ذلك فهذا جميل مجالسنا ألا تخلوا آية آيتين ثلاث نجس من الساعات أحيانا خاصة أيام الخميس والجمعة والإجازات يعني لو قرأنا هذا ولا هذا كبير ولا صغير نفع الله بها والله أعلم الله يبارك فيك أبو يوم ما شاء الله لا إله طبعا هو في الآيات بدأ بخير البشر اللي هم الأنبياء وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن المنهج في أن هؤلاء هم احتاجوا أيضا لله عز وجل ودعوا وهذه أنا أتأمل فيها يعني حتى هم الدعاء ثم يعني يرزقهم موضوع الصبر الصبر ثم جاء الفرج حديث مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد أعطان خير وأوسع من الصبر يعني الخيرية والسعى في موضوع حتى الصبر الإنسان الصابر غير الإنسان اللي يضجر ويتذمر كثيرا ويضيق صدره كثيرا في أي حالة حتى بعضهم الشيء يسير الشوكة يعني إذا جدت شوكة يومه يخرب كلها ويتذمر ويضجر ويشكو للقريب وللبعيد وأشغل وزارة الصحة مع أن التطبب مطلوب لكن موضوع الصبر حتى في الأشياء البسيطة تعود على موضوع الصبر طيب فيه رسالة جميلة جدت هنا بهذه المناسبة يعني بدنا المشاهدين أيضا